وإذا تكلمنا عن المادة الأولية كيف كانت الجزائر بالنسبة لتوفير مادة الزجاج وكيف اليوم ما هو التحدي لأن هذا ربما موضوع انشغال كثير من الصناعيين وكثير من المهتمين زجاج الجزائر الحمد لله بلد غني متوفر على المعادن والطاقة والمواد الأولية زجاج حوالي 70% من إنتاج الزجاج يعتمد على لاسيليس اللي هي رمل خاص بصناعة زجاج هذا متوفر بكثرة في الجزائر يطلب فقط أن نستخرجه وأن نعالجه بحيث يصبح صالح الاستعمال في الزجاج الحمد لله متوفر بكثرة يعتمد كذلك على الطاقة اللي هو الغاز الغاز طبيعي الحمد لله بدون تداخل في هذا الموضوع معروف الجزائر بتوفره على الغاز طبيعي وكذلك عندنا الحمد لله ليد العاملة مؤهلة اللي هي في مصانع الزجاج ولو على قلتها ولكنها أخذت خبرة كبيرة في صناعة الزجاج المطلوب حالياً هو أننا نشجع هذه الصناعة استثمار يعني في هذا المجال استثمار في هذا المجال عن طريق سواء تمويل من طرف الحكومة أو تمويل من طرف الخواص والبحث عن شراكاء في هذا الميدان لترقية صناعة الزجاج واتو